مرحبا متابعينا أنا الدكتورة الصيدلانية روان عبد السلام رح أحكي معكم هذا الموضوع مهم عن فوائد الكورتزون وأنواعه طبعا الكورتزون هو موجود بجسمنا بشكل طبيعي تفرزه الغد الجاركالوية أو الكذرية وظيفة الكورتزون تقليل دفاعات الجسم وعن طريق تقليل إفراز المواد اللي بتسبب الالتهاب والأعراض المصاحبة إله من فرط الحساسية والتورم طبعا الكورتزون مفيد جدا لكثير من الحالات المستعصية اللي يصعب علاجها من غير استخدامه فهو مفيد في أمراض السرطانات كما أنه مفيد في علاج أمراض العين كما أنه مفيد كمان في علاج الحساسية الجهاز التنفسي وهو كمان مفيد في أمراض الأوتواميون ديزيزز اللي هي أمراض المناعة وأمراض الدم بالإضافة متابعينا إلى الأمراض المتعلقة باختلال الهرمونات وهلأ رح نحكي عن أشكال الكورتزون وأنواعه الكورتزون بيجي عنا على ثلاث أشكال في عنا الشكل الموضعي اللي هو بيجي أو التوبيكل اللي هو على شكل كريم أو مرهم يستخدم لعلاج الأمراض الجلدية وبيجي عنا كمان على شكل حبوب الكورتزون أو حقن الكورتيزون اللي بتستخدم فقط للضرورة القصوى نظراً لأضرارها الجانبية وبيجي عندنا كمان على شكل بخاخات الاستنشاق اللي هي للفم أو الأنف هاي بتكون بتحتوي على نسب ضئينة من الكورتيزون ما بتسبب الأضرار الجانبية اللي بتسببها الحبوب والحقن بس بننبهكم متابعينا عند استخدامها ضرورة غسل الفم بعد كل استخدام لأنها ممكن تسبب التهابات فطرية وتقرحات في الحلق وضروري كمان تنتبهوا أنكم بتاخدوا الجرعة الصحيحة منها وبالنهاية متابعينا بموضوع الكورتيزون يجب أنه يكون في وصف الطبيب واستشارة الطبيب ما بيصير تاخدوا الكورتيزون من تلقاء أنفسكم نظراً للأضرار الجانبية اللي إله كمان بهذا الموضوع يجب أنه ما توقفوا الكورتيزون من تلقاء أنفسكم توقيف الكورتيزون بيكون بمراجعة الطبيب وبشكل تدريجي ممكن لأيام أو لأسابيع حسب الحالة اللي بيشوفها الطبيب كمان في حال أنه زرتوا الصيدلاني وكنتوا بدكم تاخدوا أدوية تانية يجب إبلاغ الصيدلاني بأنكم بتاخدوا أدوية كورتيزون لأنه إلها تفاعلات دوائية مع كتير من الأدوية وذي وذي شيء من كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر